ما زالت الذكريات محفورة في الأذهان تأخذنا إلى لحظات عاشها الكبار والصغار في ذلك الأوان الخدمات الإخبارية على منصة تويتر الاجتماعية تدولت اليوم السابع العشرين من فبراير الذكرى الأولى لرفع علم البلاد في ساحة العلم الواقعة في محافظة العاصمة والمطلة على شرع الخليج بذلك الوقت وقام مجموعة من الجنود الكويتين البواسل برفع العلم الكويتي وترديد النشيد الوطني للبلاد أعلانا عن تحرير البلاد من المحتدية الغاشم وتمت هذه المراسم بحضور الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ترى حيث كان وليا العهد ورئيسا الوزراء وسط حضور رسمي وشعبي كبير